أهلا بكم في الجزء الأول من كورس الـ HVAC في بيت المهنسيين في الجزء ده هنبتدي نقدر الأحمال الحرية ونفهم كويس جداً يعني إيه حمل حراري وإزاي نتعامل معه وإيه السيناريوهات اللي إحنا هنشوفها وده هيكون عن طريق المشاريع اللي إحنا جابينها لحضراتكم هنا هبتدي بمشروع أولاني وده المشروع هيكون يعني هتسمع كتير قوي للمشروع اسمه 15 Space هو مبنى موجود في القاهرة مبنى إداري والمشروع الثاني هو مشروع عبارة عن مدرسة وده موجودة في البحرين المشروعين مختلفين عن بعض تماماً وده هتشوفوه بنفسكم التفاصيل الخاصة بالمشروع الأول هتكون مختلفة عن المشروع الثاني فبالتالي هتكتسب مهارات كويسة جداً في جزئية اللوتستيميشن نصحت لك في جزئية اللوتستيميشن إنك تفهم كويس جداً كل حمل حراري بنفسك حاول تعيدي الفيديو مرة واثنين لغاية ما تحس إنك فهمت بشكل كويس جداً المراجع اللوتستردمها حاول تقراها كويس جداً واستفسر عنها وكل أسئلتك تقدر تسألها في الجزئية دي في الجزئ الأول هتلاقينا شغالين بنظام Data Collection وبعد نظام Data Collection هبتدي أستخدم برنامج اللوتستيميشن نظام Data Collection إن أنا هبتدي أفتح Sheet XL Sheet XL ده معمول خصيصاً للمشروع الأولاني إنك إنت تبتدي تخرج المخرجات من اللوحات المعمرية زي الحواقت المعرضة للشمس واتجاهتها ومساحتها الحواقت الغير معرضة للشمس وتجيب مساحتها الأجهزة كل الحاجات دي كلها إنت هتاخدها وبعدين تحطها في Sheet XL Sheet XL ده معمول علشان بس ينظم لك الجزئ دي إن أنا أخد Data هنا أحطها وأحولها الأرقام في Sheet XL ثم هبتدي أشتغل على برنامج الهاب فمهم جداً في جزئية تسليم شغل Data Collection للمشروع الأول ولازم يخلص الأول ويتعتمده من الدعم الفني وبعد كده تتخش على جزئية الهاب واتطبق اللي إنت اعتمدته في Data Collection تحطه جوه برنامج الهاب برنامج الهاب بعد ما تخلص كل الشغل في برنامج الهاب هبتدي برنامج تبعاته للدعم الفني علشان الدعم الفني يرجعه لك ويطلع لك الأخطاء اللي موجودة عندك فيه شق تاني هو الشق الخاص بالريفت وده إحنا هنشوفه في الجزء الأولاني مع أنه هو موجود في الجزء الرابع ولكن هتلاقيني بفتح كتير قوي برنامج الريفت وطلع لك ووضح لك تنهيداً للجزء الرابع المشروع الأخير اللي هيكون عندنا في الجزء الأول هو مشروع المدرسة ومشروع المدرسة هيكون فيه حاجات غامضة كتير أنت متعودتش عليها في المشروع الأولاني على شكل كده إحنا جايبينه وعلشان يكون فيه ثقل في الخبرة مهم جداً جداً بعد مرحلة التسليم أنك تقعد تغير فيه تقارير الهاب وتشوف كل حاجة أنت بتدخلها هي بتأثر في إيه في ريبورت الهاب يعني مثلاً على سبيل المثال أنت هتروح مثلاً للحوائط المعرضة للشمس فيه عندك مكان مثلاً فيه 3-4 حوائط معرضين للشمس قللهم وشوف إلي هيحصل في ريبورت الهاب زودهم وشوف إلي هيحصل في ريبورت الهاب عندما كان في اتجاه الشرق روح غيره خليه في اتجاه الجنوب وشوف إلي هيحصل في ريبورت الهاب مهمة أول أنك تتعلم بالطريقة دي ولكن بعد ما تخلص معنا في الجزء الأول أقعد مع نفسك كده كوباية شاي أو كوباية قهوة وأقعد جرب بنفسك الـ activity تحت الأشخاص كلما زودها ك- activity اللي بيحصل بتأثر في إيه في ريبورت الهاب الـ RH فرع في إيه كل التفاصيل دي كلها حاول تجرب بنفسك لأن ده هيفرق معاك في خبرتك بشكل كبير جدا يلا بينا ندخل على الجزء الأول من كورس الـ HV وهو الجزء الخاص بـ load estimation